مرحبا بكم يا أحلى ناس على قناة حياتنا أول لايف اليوم وحدتنا هي الوحدة رقم 12 وتأتي بعنوان وي فيزيتد أميوزيام شو يعني وي فيزيتد أميوزيام إنه إحنا زرنا لمتحف المتحف يلا بلتشينا بقراءة أول صورة سميرة I was happy at school today كريم We visited a museum We learned about how people in Jordan lived in the past Very good طيب هلأ بالنسبة له هاي الصورة سميرة عم تحكي مع كريم شو بتقوله؟ بتقوله I was happy at school today أنا كنت مبسوطة بالمدرسة Today اليوم We visited شو حكا كريم نحنا زرنا؟ المتحف المتحف We learned تعلمنا تعلمنا About how people in Jordan lived in the past كيف الناس في الأردن تعلموا في الماضي All right؟ أو لا كيف عاشوا في الماضي All right هلأ الجملة الثانية بتحكي كريم In the desert people lived in the tent They used goats They used goats Hair Hair For the Tent Very good إذن شو حكينا كريم بقول In the desert Desert معناها الصحراء الصحراء إذن في الصحراء كيف كانوا الناس بعيشوا؟ بالخيمة نعم وما زالوا أكيد الناس اللي بالصحراء بتعيش في الخيم وقد استخدموا شعر الماعز لشو؟ لا الخيم الخيم عشان يحيكوا الخيم وينسجوها ويحطوها أكيد كبات لهم Okay now picture number three كريم سيز The woman baked bread They sowed their clothes were beautiful Very good إذن هون كريم بيحكي The woman baked bread زمان كمان كانت النسوان شو تعمل؟ كانت تخبز Bake معناها يخبز يخبز الخبز Bread معناها خبز All right They sowed كانوا شو بيساووا؟ كانوا بخيطة بخيطة كمان All right كمان كانت ملابسهم Clothes معناها ملابس The clothes were beautiful Very good إذن كانت ملابسهم كتير جميلة ورائعة نأتي الآن للجملة الأخيرة كريم People prepared their coffee They like coffee Mom Yes I like coffee too إذن كريم بيحكي إنه people prepared their coffee يعني حضروا القهوة الخاصة فيهم هن لأنهم كانوا بيحبوا الكافي كتير كافي القهوة الأم تحكي Yes I like coffee too وأنا أيضا أحب القهوة نعم إذن هلأ بالنسبة ل unit number 12 لطلاب صف رابع لازم نركز هون على الفعل الماضي هلأ رح نتركه بفاصل صغير عن الفعل الماضي شرح كامل إله ونرجع منكمل unit number 12 Past يعني معناها الماضي البسيط تمام؟ بشكل كتير مبسط بالنسبة للPast هو عبارة عن الفعل اللي دائما بأخذ زيادة اللي هي عبارة عن ED تمام؟ إذن كل فعل منحط له ED بيكون Past All right خلينا نأخذ مجموعة أفعال ومنحط لها ED خلينا نبلش بكلمة Learn شو الماضي منها؟ Learning Learned إذن منضيف على الفعل ED إذن Learn معناها يتعلم Learned معناها تعلمة خلينا نشوف كلمة Visit Visit معناها؟ Visited معناها يزور يزور شو الماضي منها؟ Visited Visited TED إذن الأفعال القياسية بالنسبة للماضي هي الأفعال التي تنتهي ب-ED أوكي؟ إذن الأفعال القياسية يعني الأفعال irregular القياسية يعني الأفعال التي تنتهي ب-ED يعني ماشي على القاعدة نزور ما بنحكي أوكي؟ نأخذ كمان أمثلة تانية في عندي كلمة Play الماضي منها؟ Played Played طيب أعزانا هلأ في عنا زي ما حكينا دائما ومنحكي دائما إنه بيكون في أغلب العوقات في عنا زي مفاتيح Keys بتساعدنا نحن إنه نختار الفعل المناسب خلينا نبلش بأول مفتاح اللي هو كلمة Yesterday بتيجي لنا كلمة Yesterday وبتيجي مثلا الضمير I She He It أي ضمير مناسب بيكونوا حطين فراغ بالإمتحانات طبعا هاي بيكونوا حطين فراغ وبكونوا كاتبين الفعل هون مثلا Play أوكي خلينا نحكي تكمالة الجملة Yesterday I Play Jenga هلا في عندي كلمة Yesterday في عنا Play كلمة يلعب أنا شو لعبت مبارح؟ لعبنا Jenga فإذن Yesterday شو رأيك؟ هل نستخدم مضارع ولا ماضي لما نحكي عن Yesterday عن وقت مبارح؟ يعني زمان بالفعل الماضي ماضي إذن رح نستخدم ماضي رح نستخدم l-ed E-D يعني l-play ما بقدر أنا أكتبها زمهي هون هيك play لا لأنه اللي ساعدني أنا هسا بدأ أضبط التنس اللي هي وجود كلمة يستردي فإذن مباشرة بحط played ما بحط was playing أو ما بحط I play تمام؟ لأنه عندي كلمة يستردي هي اللي ساعدتنا نعرف إنه لازم نستخدم الباست يستردي معناها مبارح نيجي لكمان كي تاني في عندي كي تاني اللي هو in the morning in the afternoon in the evening خلينا نحكي I أوكي بنأخذ الجملة هون I help mom in the morning إذن أنا شو سويت الصبح what did I do in the morning شو عملت إذن أنا I help help do you think it's right no no it's not right why لأنه حكينا in the morning هاي مش صح إذن غلط أنا أحط هون help لأنه في عندي هون مفتاح هاي الكي هون زي اليستردي مفتاح عندي هون in the morning هو مفتاح تاني هذا المفتاح بيعني إنه أنا ساعت الماما اليوم الصبح all right so منحكي بدال الhelp نحكي I helped هيك تلفظ I helped تلفظ T I helped mom in the morning all right إذن هاي بالنسبة للأفعال القياسية باللغة الإنجليزية الأفعال القياسية إذن منفهم إنه هي الأفعال التي تنتهي بإيدي كل إشي بينتهي بإيدي معناها أفعال بتكون regular regular يعني قياسية يعني ماشية على القاعدة all right خلينا نشوف الآن أمثلة تانية لنوع تاني من الأفعال اللي هي منسميها regular هدولا مش صعبين أبدا بالعكس هنه سهلين لأنه بس علي مجرد إني أحفظهم all right في عنا مجموعة كبيرة كتير من الأفعال غير القياسية ش يعني غير القياسية يعني ما بتمشي على القاعدة اللي حكيناها هون بتنتهي بإيدي أوكي بدنا نكون حافظينهم حفظ يعني في عنا أفعال مثل read شو الماضي منها read منلاحظ نفس الكتابة لكن اللفذ مختلف read يقرأ read قرأ all right أعطيني كمان فعل write يكتب الماضي منها wrote wrote very good شو كمان بدنا نأخذ swim شو الماضي منها swam all right إذن swim swam all right شو في كمان عندنا أفعال أوكي في عندنا كمان eat وفي عندي كمان ride وفي عندي كمان go وهنا مجموعة كتير كبيرة من الأفعال غير القياسية هدولة لازم نبصمهم أوكي إذا عرفنا نبصمهم نعرف نستخدمهم صح في جمل تمام أوكي يلا شو الماضي من eat 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 شو الماضي من ride يركب road excellent شو الماضي من go wind wind فإذن جمل الامتحان هدول شو بنساوي فيهم بدنا نحفظهم نحفظهم حفظ كامل تمام خلينا نشوف عسلة الامتحان كيف بتيجي بتيجي مثلا she ride a horse last month all right هل عندي شي شو مالها يا ماء رهف ride تركب الحصان إمتى last month ش يعني last month يعني الشهر الماضي إذن هاي هي الكي لي ساعدني أعرف وأحدد شو التنس اللي رح أستخدمه ل ride إذن الماضي من ride زما أخذنا هون road هايها road إذن she مباشرة بحط road okay she rode a horse ممتاز نأخذ الآن عن اله he eat a banana in the afternoon in the afternoon كمان هذا مفتاح ساعدنا نحدد التنس تبع the eat إذن شو الماضي من eat eat ماضيها at eight إذن he ate a banana in the afternoon ومنمشي نفس الشي مع أي كلمة تانية ممكن مع أي فعل تاني ممكن يواجهنا تمام إذن ها هي الأفعال اللي بتيجي نوعين قياسية وغير قياسية باللغة الإنجليزية وهذا الدرس الفعل الماضي بشكل كتير مبسط بالنسبة للجمل اوكي ما علينا إلا أنه نعرف أنه القياسية دائما بتاخد إيديه وأنه الغير قياسية بس علينا نحفظهم حفظ كامل بس نحفظهم نعرف نستخدمهم بالجمل ونعرف نحدد بالزبط كيف الإملاء وكيف التنس المناسب إلها اوكي thank you اوكي الآن يا صف رابع بعد ما تعرفنا على استخدام الباست نيجي الآن للتمرين الثاني وهو عبارة عن listening بس علينا ننتبه للجمل اللي رح تسمعوها بالكست أو لو تسمعوها من المس ومنحدد بعديها ومنحدد بعديها السور بالترتيب إذن نبلش الآن الجمل رح تكون هي عبارة عن فقرة كاملة بتسمعوها تمام؟ نعم اوكي 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 نعم 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 اوكي 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 نعم 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 كيف نستخدم هدول الافعال كتير مهمين هدول الافعال نعرف معنيهم نكتبهم نعرف املائهم نعرف كيف نستخدمهم صح زي ما حكينا بالقاعدة يستردي معناها مبارح اوكي 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 يتعلم يتعلم listen يسمع يسمع tidy يرتب يرتب use يستخدم يستخدم wait يعني ينتظر لما نقول لواحد انه wait يعني استنى and plant معناها يزرع يزرع very good اذا هدول الكلمات منكتب معنيهم ومنتعلم كيف نستخدمهم في الفعل الماضي من خلال اضافة ed كل هاي الافعال هي regular بس علينا نضيف ed فقط لا غير بس انتبهوا في عنا فعل وحيد بيعمل لنا مرات مشاكل اللي هو كلمة tidy 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 مش زي play عادي بيرضى ال ed نعم بيرضى tidy بدنا نضطر نشطب ال y ونحط ونحط بدلها i بعدين نزيد ال ed all right اذا tie d يد هيك هتصير tie d يد all right tie d يد very good الآن خلينا ننتقل الى الصفحة رقم 50 وهون مطلوب مننا طبعا كالعادة صاروا يجبونا الآن فقرات وعليها اسئلة خلينا نشوف شو الأسئلة المطلوبين مننا بالأول Why is the camel called the ship of the desert? Why does Nader walk in the desert? Why do camels live in the desert? نادر walked in the desert طيب خلينا نشوف شو إجابات هذه الأسئلة نادر walked in the desert He saw many camels there The camels were very big with long legs and long necks نادر liked watching the camels He learned a lot about them A camel is the ship of the desert he said It can carry things for people The camels helped Nader Very good إذن هون بيحكينا عن مين؟ عن الصحراء وبيحكي عن ايش؟ عن الكاملز كاملز يعني؟ الجمال الجمال كاملز الجمال يلا احكينا يا رهب شو هي معاني هاي الفقرة خلينا نبلش بأول جملة نادر He walked in the desert يعني؟ يعني مشي؟ مشي عالصحراء في الصحراء شو شاف؟ جمال He saw many camels يعني العديد من الجمال ياس كاملي هل كانت small؟ نو كانت very big وعندها legs long legs شوفوا كيف الرقبة طويلة كيف يجريها طوال وفي عنا نادر liked watching the camels كتير كان يحب يتفرج؟ على الجمال على الجمال كاملي He learned a lot about them انه تعلم كتير عنهم كتير شغلات تعلمها عنهم اكامل كمان شو حكا؟ اكامل 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 is that ship of the desert شو يعني؟ انه 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 الجمال الجمال سفينة هي سفينة الصحراء اكسلات معروف من الزمان انه الجمال هو سفينة الصحراء يعني برقبوا عليها زك انها سفينة زك انها سفينة وزك انه الصحراء هو بحر كبير نعم it can carry things for people كمان مش بس هيك مرات تحمل لهم اشياء بضائع اشياء اغراض هم اللي بدهم يرحلوا من مكان الى اخر كاملز اذا هي ساعدة مش بس نادر بتساعد ايضا كتير من الناس طيب خلينا نحاول الان نفهم شو هي تكمالة هاي الجمل يلا نمبر ون هون احنا نادر وقت نادر وقت نابر وقت نابر وقت IN THAT DIZERT HE HE SAW MONEY CAMEL نعم إنه شاف كتير من الجمال أكسلنت نابر ثري HE LIKED WATCH THE CAMEL نتبهي HE LIKED He liked WATCHING دائما بعد اللايك حطي فربي ING نابر learned learned a lot about camels very good and the last one the camels helped helped him excellent إذن هلأ بالنسبة للأفعال الموجودة عنا كلها أفعال هون بالماضي حتى الفقر الموجود بالأعلى كمان بالماضي طيب حطيناكي بس هون خط تحت الأفعال اللي بالماضي حكينا ياهم walked liked learned helped هلأني يجي الآن للتمرين الخامس listen and say المطلوب منا بس نقرأ الكلمات الموجودة ونركز على السيلابلز الضروريين يلا اللي باللون الأحمر طبعا يلا ball ball l drink calm calm طبعا البي لا تلفظ calm معناها المشط drink drink العصير ball football excellent excellent okay إذن عنا l the la sound la la صوت la the ink sound is nk وعنا calm the m sound very good نيجي الآن لرقم ستة look and say look and say طب يلا قرأينا شو حكينا yesterday yesterday omar brush his teeth at half past six excellent very good يلا إذن هو حكينا عن أي صورة هو حكينا عن الصورة number one يلا إذن حكي yesterday دين بارح omar brushed إحنا هون لازم نعرف شو هو الفعل المناسب اللي رح نستخدم بكل صورة فرش سنانه معناها brushed his teeth إيمتا خلينا شوف الوقت إيمتا at half half past six six very good half past six يعني ساعة ستة طيب خلينا نحكي هون يلا yesterday omar and his dad نختار clean إذن نحكي عمر clean cleaned cleaned very good لأنه يستردي cleaned a car the car at at half past six half past six eight هاي ينتبهي الساعة تة من ينص eight half past eight very good طيب تعاليلي الآن للجملة الثالثة okay okay yesterday quarter quarter past what past e eleven eleven all right هادي yesterday عمر رتب تادي د يد هز بد بد at تلاتة إلا ربع إذا at quarter إلا طبعي two two three two three very good يال نجي لهم مه what did he do um yesterday عمر played a computer game مه مه half past تادي half past نتبهي at six say o'clock o'clock very good and the last one yesterday عمر watched watched TV TV at at quarter quarter past past seven excellent إذن هون عشان نعلم الطلاب كيف يستخدموا الأفعال الصح أول شي كيف يستخدموا الأفعال الصح وكيف يستخدموها بالتنس المناسب وكيف أيضا يحكوا الساعة يعني هون نحن بهذا التمرين كتير مهم دمجنا ثلاث شغلات إذن كيف نستخدم الفعل الفعل المناسب والتنس المناسب الزمن وأيضا والساعة والساعة excellent لن ترهت حسنا حسنا شكرا لك لك ونرى لك في حالة 13 which is our review good bye and good bye واسكوا في الفيديو and like ومشاهدة وكل اشي bye